بيبتدي الفيلم بواحدة اسمها جومانا وهي بترمي حاجة غريبة في الزبالة وبيكون واضحة لها من نظراتها انها خايفة من حاجة وبتكون بنتها كلير قاعدة بتلعب بالعجلة في الجنينة ولما بتخلص بترجع البيت وبتلاحظ ان البيت هادي جدا وما فيهوش اي صوت فبتدور على مامتها جومانا في البيت لحد ما بتدخل قضيتها لكنها بتتفاجئ انها بتعايت وبتشنق نفسها وفجأة بتصحى كلير من النوم وهي بنت كبيرة وبنعرف انها دايما بتحلم باليوم اللي توفت فيه والدتها وما عندهاش اي تفسير عن السبب اللي خليها تنتحر فبتستعد كلير عشان تروح المدرسة وبتركب العجلة بتاعتها عشان توصل بسرعة وفي طريقها بتعدى على بيت عمها وبتحاول تلف بالعجلة عشان تديله الجريدة بتاعته فبيشوفها زمايلها اللي بيتنمروا عليها دايما في المدرسة وبيحاولوا يخبطوها بالعربية ولكن كلير بتقدر تنجو منهم وبتققى على الارض وبتديل عمها الجريدة واول ما بتوصل المدرسة بتشوف والدها جون اللي بيشتغل عام النظافة وبيكون مع صديقه كارل وبياخدوا الزبالة من صندوق المدرسة فبتروح تتكلم معهم وبتطلب منهم ما ياخدوش الزبالة من مدرسة بتاعتها وده لانها بتتحرك جدا قدام زمايلها فبيتأثر والدها جون بكلامها عشان بتستعر منه وبعدها بيمشي هو وصاحبه كارل وبتدخل كلير المدرسة وبتعلق لوحة رسمتها مع صاحباتها جوي وامي وفجأة بتيجي زمايلتها درسي اللي بتكرهها ودايما بتتنمر عليها وبترمي القهوة على لوحة بتاعتها فبتحاول كلير تتجهلها لانها بانتراجل اعمال غني جدا فبتدخل الفصل عشان تحضر مادة اللغة الصينية وبيقول لها زمايلها ريان انه شاف اللوحة بتاعتها وعجبته جدا ولكن كلير بتكون مش مركزة معاه وكل تفكرة في زمايلها بول اللي بتكون معجبة بي وفي الوقت ده بيكون والدها جون بيشتغل وبيلم الزبالة لكنه بالصدفة بيلاقي صندوق صغير زي ما تقول كده لعبة اطفال وبعدها بيقرر يحتفظ بي وبتكون كلير قاعدة بتتغدى مع صحابها في المدرسة فبتيجي زمايلتها درسي وكالعادة بتتنمر عليها ولكن المرة دي كلير ما سكتتش وتنمرت عليها يا كمان فبتتدايق درسي جدا وبتضربها بالقلم فبترد لها كلير تضربة وبيتخنقوا هما الاتنين مع بعض وبعد انتهاء اليوم الدراسي بتروح كلير لجريتها دي لوكا اللي كانت صديقة والدتها وبتبدأ تشكيلها عمها وبتحكيلها عن تنمر درسي ليها فبتنصحها دي لوكا انها ما تخليش حد يضايقها وانها لازم تدافع نفسها طول الوقت حتى لو تتضرب وبعدها بترجع كلير للبيت وبيديها والدها الصندوق اللي لقاه في الزبالة فبتنبهر كلير بشكل الصندوق وبتلاقي عليه كلمة باللغة الصينية لكنها بتعرف تترجم كلمتين بس وهم سبع امنيات فبتتجاهل الموضوع وبتكون فاكراه مجرد صندوق للاطفال وبعدها بتقعد شوية عن انستجرام وبتتفاجئ ان درسي صاحبتها منزلة صورة لوالدها جون هو بيشتغل وبيلم الزبالة وبتكون كاتبع الصورة عامل النظافة والد كلير وطبعا بتكون درسي قصدا تعمل كده عشان تنتقم منها وبعدها بتمسك كلير الصندوق وبتتكلم مع نفسها وبتقول انا بتمنى ان درسي تتعفن ويبقى شكلها مشوهة وبالليل بتنام كلير وبيتفتح الصندوق لوحده وبتشتغل موسيقى غريبة وبيتقفل مرة تانية والتاني يوم بتسحى درسي من النوم وبتتفاجئ ان رجلها تعفنت وهو الشهة بقى مشوهة ولما بتروح كلير للمدرسة بتعرف من صاحبتها امي ان درسي والشهة بقى مشوهة فبتتصدم الخبر لان امنيتها تحقق بسرعة وبتفع من الصندوق الصيني اللي معاها بيحقق كل امنياتها لكنها لما بترجع البيت بتتفاجئ ان الكلب بتاعها ميت ان الصندوق ده مكتوب باللغة الصينية القديمة واللغة ديه كان بيستخدمها الصينيين من الاف السنين وللأسف هو مش متعلمها وبالتالي مش هيعرف يقرأها وبعدها بيجي صديقها ريان وبيقول لها انه سمع كلامها مع مدرس وانه هيكلم من تعام جانا اللي بتفهم في اللغة الصينية القديمة ولما بترجع كلير للبيت بتكون حزينة على موت الكلب بتاعها واول ما بتفتح الانستجرام بتشوف صور حبيبها بول اللي هي معجبة بيه فبتاخد الصندوق وبتتمنى ان يقع في حبها وتاني يوم بتروح المدرسة وبتتحقق الامنية فعلا فبيجي بول يتكلم معها وبيكون معجب بيها وفي نفس الوقت بيكون عم كلير في الحمام عشان يستحمى ولما بيقف عبانيو بتزحرق وبيقع على رأسه وبينزف وعشان كده بيفقد الوعي لمدة 3 دقايق واول ما بيفوق بيحاول يخرج من بانيو ولكن رأسه بتتخبط في الحنفية وبيفقد الوعي مرة تانية وبيبدأ البانيو يتملع على اخر مياه وبيموت غرقان ولما بترجع كلير للبيت بيقول لها والدها جون ان عمها توفى واكيد كل الورث بتاعه هيروح لابنه اللي عايش في استراليا فبتتدايق كلير لان عمها ده غاني جدا وكتعاوزة تاخد جزء من الورث بتاعه عشان تعيش حياة مرفاها وده لان والدها فقير وبيشتغل عام النظافة فبتدخل القوضة بتاعتها وبتاخد الصندوق وبتتمنى ان عمها يكتب كل ورثه باسمها وتاني يوم بتيجي مكلمة لجوم المحامي بتاعه وبيقوله ان اخوه اللي مات كتب ورثه كله باسم كلير فبيتصدم الخبر جدا وبيقول لكلير على كل اللي حصل وطبعا بتكون في غاية السعادة عشان الصندوق حقق لها كل احلامها لكنها بتكون لسه مش مدركة ان اي قمنية بتتمنها لازم يموت قصادها شخص قريب منها وبعدها بتروح جاريتها ديلوكا عشان تهنيها وبتكون مبسوطة جدا لانها بتعتبرها زي بنتها واخيرا بتنتقل كلير لبيت عمها الفخم وبتبدأ بقى تصرم الفلوس اللي ورثتها عن عمها فبتشتري هدوم هي وصحابها وبيعملوا جلسات سكين كير وبيرواقوا على حالهم خالص ولما بترجع البيت بتقعد ترسم في قضيتها لكنها بتتفاجئ ان الصندوق تفتح لوحده وشغل موسيقى غريبة وطبعا ده معناه انه في حاجة مرعبها تحصل وفي الوقت ده بتكون جاريتها ديلوكا في بيتها وبتعمل عشاء واثناء ما كان بتغسل ايديها في الحنفية بتلاقي ان الحوض تسد فبتحاول تمد ايديها في الفتحة بتاعت الحوض عشان تسلكها لكنها بالغلط داست على زرار الشفاط اللي في انبوبة الصرف فبيبدأ الشفاط يسحب شعرها لحد مرقبتها بتتكسر وبتموت وبالليل بتكون كلير نايمة وبتحلم بكبوس عن الصندوق فطبعا بتسحوا يا مفزوعة وبتشوف ضل الشخص واقف في بلكونة بتاعت قضيتها فبتخرج عشان تشوف مين الشخص دا لكنها ما بتلاقيش اي حد فبتبدأ تحس انه في حاجة مش طبيعية بتحصل بسبب الصندوق دا ولما بتروح المدرسة بتشوف بول حبيبها بينفاصل عن البنت اللي كان مرتبط بيها فبيجي عشان يتكلم معها وبيعزمها كمان عشان يتعشوا مع بعض وبعد المدرسة بتقابل صديقها رايان وبتقوله انها عاوزة تقابل جانا بنت عمه وده عشان تترجم لها الكلام اللي مكتوب على الصندوق وبالفعل بياخدها رايان عند جانا بنت عمه واول ما بتقرأ المكتوب على الصندوق بتقول لكلير ان الصندوق دا هيحقق لصاحبه سبع امنيات ولكن لو صاحب الصندوق تخلى عنه اورماه الصندوق هيرجع بالزمن ومش هيحقق اي امنية حتى لو كانت الامنيات دي اتحققت قبل كده وبتلاحظ جانا كمان ان الصندوق مكتوب عليه اسم لوماي فبتدور على الاسم دا عن نت وبتكتشف ان لوماي واحدة صينية عملت لعنة شيطانية على الصندوق وده عشان تنتقم من عصابة اللي قتلت عالتها سنة 1910 وفي خلال عشر سنين قدرت لوماي تتخلص من كل اعداءها وبقت كمان اغنى واحدة في الصين ولكن في سنة 1922 حصلت حاجة ملهاش تفسير وهي ان لوماي شنقت نفسها وانتحرت وبعدها بتقول جانا انه لسه فيه كلام مكتوب على الصندوق مش عارف تترجمه وانها تبعت ايميل لحد من صحابها في الصين عشان يترجمه في اسرع وقت فبتكرر كلير ترجع البيت وفي طريقها بتشوف والدها جون وبيشتغل مع صديقه كارل وبيلمه الزبالة فبتنزل من العربية عشان تتكلم معاه وبتطلب منه يسيب شغله فورا فبيرفض جون وبيقولها انه بيحب وظيفته جدا وفخور انه عامل نظافة فبتتعصب كليره لما بترجع بتستخدم الصندوق فبتتمنى ان والدها ما يشتغلش عامل نظافة وانه يكون شخص رائع تفتخر بيه قدام صحابها وفي الوقت ده بيجي ايميل لجانا فيه ترجمة الكلام اللي معرفتش تقرأه على الصندوق ولكن فجأة الكهرباء بتقطع وبيكون الموبايل بتاعها مفهوش شبكة وبيتفتح صندوق الامنيات لوحده كالعادة وبتشتغل موسيقى غريبة وطبعا مش محتاجة اقولك انه بكده في حد هيموت المهم انه بتتحقق ومنيه كلير اللي طلبتها من الصندوق وفعلا بيتخلى والدها عن شغله كعامل نظافة وبيعزف على آلة موسيقية وبتكون كلير فخورة بيه عشان اتغير وبقى فنان وفي نفس الرحظة بتخرج جانا من البيت وده عشان تلقت شبكة واتكلم رايان ابن عمها عشان تقوله مضمون الكلام اللي معرفتش تقرأه من على الصندوق لكنها للأسف بتلاقيه ما بيردش عن موبايل وأول ما بتدخل البيت بتتكعبل في السجادة وللأسف بتقع على تمثال عليه قرن فبيختارك دماغها وبتموت وتاني يوم بيروح لها رايان عشان يعرف السبب اللي خليها ترن عليه لكنه بيتصدم لما بيشوف جسطها وبيعرف انها ماتت فبيروح يقابل كلير في المدرسة وبيقول لها ان الجانا بنت عم وماتت وانها اكتشفت ان اي حد بيتمنى امنيه من الصندوق لازم يموت قصادها الشخص قريب منه او اتعامل معاه وبيسألها لو كانت اتمنت اي حاجة من الصندوق فبترتابت كلير وبتكذب عليه وبتقوله انها ما تمنيتش اي امنيات وان الكلام اللي هو بيقوله ده مجرد خرافة وبعدها بتروح تقعب مع حبيبها بول وبتكون متضايق انها السبب في موت اشخاص كتير بسبب امنياتها واول ما بترجع البيت بتفكر بجدية في كل اللي حصل وبتكون شايفة انها مش السبب في موت الناس وان الصندوق للأسف هو السبب وعشان كده بتكرر ان امنياتها اللي جاية لازم تكون حاجة كبيرة وتغير حياتها للأحسن فبتتمنى من الصندوق انها تبقى اكتر بنت مشهورة في المدرسة وكل الطلبة تحبها وبعد شوية بيبعط لقى حبيبها بول رسالة على الموبايل وبيطلب منها اتعدى عليه في البيت عشان عامل حفلة بمناسبة انهم ارتبطوا ولما بتروح الحفلة بتلاعز ان كل الناس بتبصلها باعجاب وبتفهم من كده ان الصندوق حقق امنياتها وبعدها بترجع البيت وبتحلم كالعادة بكابوس عن الصندوق ولما بتصحى بتشوف ان فيه شخص واقف في البلكونة فبتروح تجر وراه ولكن بيهرب منها فبتفهم ان الشخص ده حرامي وعاوز يسرق منها الصندوق فبتاخد الصندوق وبتخبيه وبتروح لبيت جارتها دي لوكا اللي تعتبر اقرب واحدة ليها وده عشان تتكلم معاها وتحكي لها كل حاجة عن الصندوق لكنها بتلاقيها ميتة في المطبخ ورقة بيتها مكسورة فبتروح المدرسة وبتكون حاسة بالزن بتجاهها وده لان امنياتها هي السبب في موتها وبعدها بتروح تتكلم مع صاحباتها جو وامي وبتعزمهم عندها في البيت وبتحكي لهم كل حاجة عن الصندوق فبتقول لها اامي انها لازم تتخلص من الصندوق ده في اسرع وقت لانها لو تمنيت اي امنية تانية هتموت اشخاص اكتر وممكن كمان تموت ابوها ذات نفسه وفي يوم بتروح كلير حفلة مع صحابها وبتسألها جوي انت تخلصت ان الصندوق الا لأ فبتكذب عليها كلير وبتقول لها انها تخلصت منه وبيوريها حبيبها بول سور ليها وهي في البيت وبتعرف ان هو الشخص اللي كان بيرقبها وعشان كده بتتدايق منه وبتنفصل عنه وبتروح تتكلم مع صاحبتها جوي وبتعترف لها انها لسه محتفزة بالصندوق وفي الوقت ده بتكون صاحبتها ايمي في الاسنسير وبيقف عن العمل وفجأة بيقع الاسنسير من دور عالي وبتموت ايمي فبتنهار جوي وبتتهم كلير انها السبب في موتها وده لانها لسه ما تخلصتش من الصندوق وبعدها بتقابل كلير صاحبها رايان وبيوريها الاشخاص اللي كان معاهم الصندوق وبيعرفها ان كلهم انتحروا بسبب غامض وبيقول لها كمان ان بعد الامنية السبعة الشيطان هياخد روحها في المقابل وده لان الصندوق عليه لعنة شيطانية فبتنهار كلير وبتقوله انها هتمنت خمس امنيات من السبعة وبيحاول رايان يدمر الصندوق ولكن بيكون متين جدا وما بيكسرش فبترجع كلير للبيت وبتخب الصندوق وبتنام وبتسحى فجأة على صوت حبيبها بول وواقف قدامها وبيقول لها انه مش هيقدر يعيش من غيرها وبينتحر وما بتيجي الاسعاف عشان تاخد بول بتتفاجئ كلير ان الصندوق تسرق وبعدها بيجي موظفين درائب وبتفهم كلير ان عمال لورثة كل فلوسه كان بيتهرب من الدرائب وبالتالي هيحجزه على كل ممتلكاته وبترجع كلير لبيتها القديم مرة تانية وبتكون متضايقة جدا عشان رجعت لحياتها الطبيعية وفي يوم بتروح المدرسة كالعادة وبتشوف صندوق الامنيات في الخزنة بتاعت صاحبتها جوي ولما بتواجهها بالموضوع بتقول لها جوي انها سرقت الصندوق وبتعرفها انها عملت كده عشان محدش يموت تاني فبتتخانق معها كلير وبتاخد منها الصندوق وبتوقعها على السلم فبيحاول رايان يتفاهم معها وبياخد منها الصندوق لكنها بتنفعل عليه وبتطلب منه يبعد عنها ولما بترجع البيت بتفقد اعصابها وبتتمنى من الصندوق ان والدتها جمانة ترجع للحياة مرة تانية وبالفعل بتتحقق الامنية وبتظهر والدتها ومعها اخواتها الصغيرين ولما بتروح كلير لقودة والدتها جمانة بتشوف ان فيه لوحة رسمها لصندوق الامنيات وبتعرف ان والدتها كان معها الصندوق زمان وانتحرت بسببه وفجأة بتفتح الصندوق لوحده وبيكون والدها جون ماسك السلم لصديقه كارل عشان يقطع اقصان الشجر بالمنشار واول ما بتشوف كلير الصندوق هو مفتوح بتعرف ان والدها هو اللي هيكون الضحية الجاية وانه هيموت بسبب الامنية بتاعتها وعشان كده بتجري بسرعة عشان تنقذه ولكن للأسف بيكون فات القوان وبيقع المنشار على رقبة والدها جون وبتطقطع رقبته وبيموت فبتطلع كلير قودتها ويا منهارة وبتتمنى من الصندوق انها ترجع بالزمن لليوم اللي والدها لقى فيه الصندوق وبالفعل بتتحقق الامنية وبتصحى من النوم وبتلاقي ان الكلب بتاعها لسه عايش وبتفضل تلعب معاه وبعدها بتنزل تتكلم مع والدها وبتطلب منه تروح معاه الشغل وهو بيلم الزبالة واول ما بتلاقي الصندوق بتشيله في شنطتها وبتروح المدرسة عشان تقابل زميلها رايان وبتطلب منه يدفن الشنطة في مكان بعيد جدا من غير ما يفتحها ويشوف اللي فيها فبيوافق رايان وبتمشي كلير ويا فرحانة جدا انها تخلصت من الصندوق وفجأة وبدون سابق انذار بتخبطها زميلتها درسي بالعربية وبتموت كلير وبكده بتنتهي حياة كلير بسبب الصندوق وده لانه خلاص حققالها السبع امنيات اللي اتمنتهم وبعدها بيروح رايان عشان يدفن الشنطة بتاعة كلير ولما بيفتح الشنطة بيشوف ان فيها الصندوق فبيقرر يحتفظ به وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بواحد اسمه جيم وماسك البندقية بتاعته واقف قدام صندوق غامض وفجأة بيتفتح الصندوق وبيخرج منه كائن صغير شكله مخيف جدا وبيبدأ الكائن ده يهجم على مراته وبيقتلها فبيضرب جيم عليه النار وبيحاول يقتله بس الكائن ده بيرجع للصندوق مرة تانية فبيقول جيم انه لازم يتخلص من الصندوق ده فورا لانه هيموت زي مراته فبيروح جيم يدي الصندوق لوالدته روز وبيطلب منها تديه دية لأي حد بحجة يعني انه لقاه في الشارع ومش عاوز يحتفظ به واول ما بتمسك روز الصندوق بتلاقيه بدأ ينور ويلف كأنه بيعد تنازلي فبيطمنها جيم وبيقول لها انه مجرد صندوق لعبة وبيأكد عليها ما تحتفظش بالصندوق ده نهائي وتديه دية لأي حد فبتوافق والدته وبتختارح عليه يدخل يقعب معاها لان اخوه ادم وعيلته موجودين في البيت وهيتغدوا كلهم مع بعض فبيرفض جيم وبيطلع يجري بسرعة وهو مفزوع كأنه ما صدق انه تخلص من الصندوق ده وزاعتها بتستغرب والدته روز من طريقته فبتدخل تدي الصندوق اللي ابنها ادم وبتعرفوا ان اخو جيم هو اللي ادها الصندوق وسبها ومشي واول ما بياخد ادم الصندوق بيلاقيه برضو بينور وبيكون فاكروا مجرد صندوق لعبة في الوقت ده بتكون بنت ادم اللي اسمها انا قعدة مع حبيبها تيلور وبتبدأ بقى تشتكيله من عيلتها فبتقوله ان والدتها بتشكف والدها ادم وحس كده انه بيخنها عشان كده فيه بينهم خلافات دايما وده اللي مقصر على نفسيتها هي واخوها تشارلي بنرجع تاني للصندوق الغامض وبنشوفه وبينور نور شديد جدا في اللحظة ديه بيكون تشارلي قعب يتفرج على تلفزيون فبييجي والده ادم وبيأمره يطلع ينام لان الوقت اتأخر فبيوافق تشارلي وبيطلع قوته وفجأة بيسمع صوت غريب جاي من قودة جدته روز فبيفتح الباب كده بحذر شديد وبيلاقي الكائن الغريب اللي جوا الصندوق بيقتل جدته وعاوز يقتله وكمان فبيهرب تشارلي بسرعة قبل ما يحصل له حاجة وبالصدفة بيشوف الكائن وبيرجع للصندوق مرة تانية وتاني يوم بتيجي الشرطة عشان تحقق في قضية قتل روز وبيكونوا كده مستغربين اللي حصل لان الجد روز اتقتل بطريقة غريبة وما فيش اي دليل على ان في حد قتلها فبيحاول المحاقق دانيال يعمل تحريات في الموضوع وبيبدأ يسأل ابنها ادم لو شاكك ان في حد معين هو اللي قتل والدته فبيقضع تشارلي وبيقوله ان في مخلوق غريب جوا الصندوق دوت وانه شافه بنفسه وهو بيقتل جدته روز فبيسخر المحاقق من كلامه وبيكون مش مصدقه وبيخلي الزباط يصوروا الصندوق عشان يعملوا عنه تحريات وبعد شوية بتيجي انا ومعاها حبيبها تيلور وبتكون مش عارفة ان جدتها ماتت فبيتخانق معاها ادم عشان كتنايمة بره البيت وبيروح يتكلم مع حبيبها تيلور وبيؤمره يخرج من البيت فورا وده لان عاوز يتكلم مع بنته على انفراد بس انا بترفض وبتصمم ان تيلور يفضل موجود وساعتها بيحاول ادم يمتص غضب وبيقول لها ان جدتها اتقتلت ومش عارفين مين اللي عمل كده فبيقول له تشارلي ان فيه وحش جوا الصندوق هو اللي قتل جدته وبيعرفوا انه شاف الوحش ده بعينيه فبيزعق له ادم وبيقول له انه فيش حاجة اسمها وحوش وقبل ما يكمل كلامه بيقطع تيلور وبيقول له انه عاوز ياخد الصندوق دوت فبيوافق ادم وبيخليه ياخد الصندوق بس اول ما بيلمس تيلور الصندوق بيخرج منه الكائن الغريب وبيكونوا كلهم مفزوعين ومش مصدقين اللي بيحصل وقتها بيجري ادم وعيلته بسرعة عشان يهربوا منه وبتجري انا وحبيبها تيلور ناحية العربية لكنهم بيتفاجئوا ان النسي ومفتاح جوا البيت فبتضطر انا تدخل تجيبه بعدها بيقل عليها تيلور وبيروح وراها وفجأة بيهجم عليه الكائن وبيقتلوا قدام ادم وعيلته وبعدها الكائن ده بيرجع للصندوق مرة تانية فبت نهار انا وبتقرر تتصل بالشرطة بس ابوها ادم بيمنعها وبيقولها ان الشرطة مش هتصدق كلامهم وطبعا يفتكروا ان احنا اللي قتلناه لان محدش موجود في البيت غيرنا فبيقرر يخبي جوث تيلور في المغزن لحد ما يثبت للشرطة ان فيه كائن موجود جوا الصندوق دوت وبعدها بيروح ادم لاخو جيم عشان يديله الصندوق بس جيم بيرفض ياخده وبيهدده ان هيقتله بالمندقية لو ممشيش فورا فبيسألوا ادم ليه هدى الصندوق لوالدته مع انه عارف ان فيه كائن غريب جواه وانه اللي عمله ده اتسبب في موت والدته وهيتسبب في موت عيلته وكمان فبيعتذر له جيم وبيقوله انه كم اضطر يعمل كده عشان يتخلص من لعنة اللي على الصندوق وده لان اللعنة بتتفك بمجرب ما بتدي الصندوق لحد انت بتحبه وبيفهموا انه الصندوق عليه لعنة خطيرة جدا وانه اي حد بيلمسه بيخرج منه الكائن الغريب ده وبيقتله هو وعيلته فبيروح ادم عشان يرمي الصندوق في البحيرة على امل انه يتخلص منه بنروح بعدها الجوليا مراد ادم واللي بتلاقي جواب غرامي ليه مع وحده وبتكتشف انه بيخنها فبتستنى لحد ما بيرجع البيت وبتوجهه بالموضوع وبتخليه نام لوحده عالكنبة وتاني يوم بيصحى ادم مفزوع وبيلاقي الصندوق قدامه وبيكون مش فهم ازاي الصندوق رجع البيت مع انه رماه في البحيرة فبيجيب اسلحة كتير وبيحاول يقسره بس للأسف بتفشل كل محاولاته وبيستنتج انه لازم يدي الصندوق ده لحد بيحبه زي ما اخوه قاله بالزبط فبيروح يتكلم مع جوليا وبيشرح لها الموقف وبيقول لها ان عاوز يدي الصندوق لحبيبته عشان يتخلص من اللعنة دي فبترفض جوليا وبتقوله انها مستحيل توافق ان حد بريق يموت بسببهم وبتكرر انها تتخلص من الكائن ده بنفسها وتقتله فبيجيب المسدس بتاعها وبتفضل قعدة قدام الصندوق طول الليل وده عشان تقتل الكائن اول ما يخرج لهم ولكن للأسف بيغلبها النوم وبتنام من غير ما تحس وساعتها بيخرج الكائن وبيروح يقتل بنتها انا وهي نايمة ولما بيسمع قدم صوت صريخ بنته بيروح عشان يتطمن عليها لكنه للأسف بيتفاجئ انها ماتت فبياخد جسدها وبيوديها المغزن لحد ما يتخلصوا من الكائن وبعد تفكير طويل بتغير جوليا رأيها وبتوافق ان قدم يدي الصندوق لحبيبته عشان يتخلص من اللعنة خصوصا انها خايفة على ابنها شارلي لا يموت هو كمان فبيروح قدم لبيت حبيبته وبيبدأ يديها الصندوق ولكن على عكس متوقع بيلاقي ان العد التنازل بتاع الصندوق مش بيشتغل وبالتالي بيفهم ان حبيبته دي مش بتحبه وللأسف اللعنة هتفضل موجودة وفجأة بيخرج الكائن من الصندوق وبيقتل حبيبته فبيخرج ويتصل بسرعة لامراته جوليا وبيقولها تاخد ابنهم شارلي وتهرب من البيت بسرعة لان اللعنة للأسف لسه مرتبطة بيهم وحياتهم مهددة بالخطر وبعدها بياخد قدم الصندوق وبيعود لوحده في البيت وبيقرر يفضل مستنى الكائن لحد ما يخرج من الصندوق وده عشان يتخلص منه قبل ما يقتل عيلته وتاني يوم بيتصل على امراته جوليا عشان يتطمن عليها وبيعرف منها انها قاعدة في بيت والدتها فبيقولها انها يفضل قاعد في البيت لحد ما يقتل الكائن ويتخلص منه وبيعتذر لها كمان على كل اللي عملوا معاها وعلى خيانته ليها وبعد ما بيخلص المكالمة بيتفاجئ ان الكائن خرج من الصندوق فبياخد عصاية البيسبول وبيحاول يقتله بس للأسف بتفشل كل محاولاته وبيهرب الكائن من البيت وبيروح لبيت والدت جوليا عشان يقتلها هيا وابنها تشارلي فبيتفزع آدم وبيروح لجوليا عشان يتطمن عليها ولكن للأسف بيفوت الأوان لان الكائن رحلها وقتلها وبعد شوية بنشوف الكائن هو راجع للصندوق مرة تانية وساعتها بياخد آدم ابنه تشارلي وبيخرج من البيت وبيحس انه مفيش أمل للهروب من لعنة الصندوق تهوت وفي اللحظة دي بيكون المحاقق دانيال بيتكلم مع علامة أثار اسمها موريا وبيسألها كده لو تعرف أي معلومات عن الصندوق الغامد ده فبيتقوله ان الصندوق ده كان موجود في عصر الحضارة البابلية وقتها البابليين صنعوا بسحر قوي جدا عشان يبعطوا للأعداء ويتخلصوا منهم وكمان حطوا جواه وحش من عالم الشياطين والجن اللي في الصندوق اسمه الإمبراطور الساقط ومهمته انه يقتل أي حد بيلمس الصندوق في خلال أيام قليلة ولكن في البداية بيقضي على عيلة الضحية كلها عشان يخليه حس باليأس ويستسلم وبعد كده بيقتل الضحية اللي لمست الصندوق بكل سهولة فبيقول لها دانيال انه مش مقتنع بالموضوع دوت وشايف انها مجرد أسطورة مش أكتر بنرجع بقى تاني الآدم هو نايم في البيت وأول ما بيصحى بيلاقي الصندوق موجود على السرير ومش بيلاقي ابنه تشارلي فبيتفزع وبيفضل يدور على تشارلي في البيت كله لحد ما بيلاقيه في المغزن وواقف قدام جثة أخته وبيكون حزين جدا وخايف يموت زيها فبيحاول آدم يطمنه وبيوعده انه يحميه بس للأسف الأمور بتسوق أكتر لأن الشرطة اكتشفه جثة مراته جوليا وبيكونوا فاكرين ان جزها آدم هو اللي قتلها فبيقراروا انهم يقطحموا البيت ويقبضوا عليه ولكن الحصن الحظ مش بيلقوه موجود وبنكتشف انه راح يدفن جثة بنته وحبيبها تيلور عشان الشرطة ما تتهموش بقتلهم وبعد شوية بيرجع آدم البيت وبيكون الشرطة مش موجودين في المكان فبيتكلم آدم مع ابنه تشارلي وبيطلب منه يستخبه لأنه متأكد ان الوحش هيخرج دلوقتي وفعلا بيخرج الوحش من الصندوق وبيقدر آدم يقتله وساعتها بيفرح تشارلي وبيحضن والده وبيكونوا مبسطين انهم اخيرا خلصوا من اللعنة لكنهم فجأة بيلاقوا ان الوحش خارج من الصندوق مرة تانية وبيعمر آدم تشارلي انه يهرب بسرعة من المكان وبعدها بياجم عليه الوحش وبيفقدوا الوعي فبيقرر الوحش يسيبه ويروح لتشارلي عشان يقتله الاول وساعتها بيقعد شارلي على الارض وبيكون مش عارف يهرب ولكن لحسن الحظ بيجي عمه جيم وبيقتل الوحش ده وبينقزه في اخر لحظة وبعدها بيفوق آدم وبيضرب اخوه جيم لانه السبب في كل ده من الاول فبيعتذر له جيم وبيقمره يستخبه بسرعة لان الوحش اكيد هيخرج تاني وبالفعل بيخرج الوحش وبيحاول جيم يقتله بالبندقية بتاعته ولكن الوحش بيهجم عليه ويقتله وبيرجع للسندوق مرة تانية وقتها بقى بتيجي الشرطة وبيقبضوا على آدم بتهمة قتل مراته جوليا فبيحاول يشرح لهم الموقف وبيقولهم للوحش اللي جوا الصندوق هو اللي قتلها بس طبعا محدش بيصدقوا لحد ما بيخرج الوحش قدامهم من الصندوق والمراضي بيكون قوي وحجمه اكبر من الاول بكتير فبيخرج الوحش من البيت وبيبدأ يقتل في زباط الشرطة وكل ما بيقتلهم بيزيد حجمه اكتر واكتر وبيكون الزباط خايفين منه ومش عارفين يتصرفوا ازاي وفي اللحظة دي بيكرر تشارلي يدخل البيت ويمسك الصندوق وده عشان اللعنة تتنقله هو ويقدر ينقذ والده آدم فبينفع الآدم وبيروح يمنعه في اخر اللحظة وبعدها بيجي المحاقق دانيال وبيمسك الصندوق بدون اي تفكير وساعتها بيبدأ حجم الوحش يقل مرة تانية لحد ما بيدخل الصندوق وبيقرر ينقل اللعنة بتاعته للمحاقق دانيال وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم سنة 1887 وبالتحديد في مدينة ترانسلفينيا وبنشوف اهل المدينة ومرايحين لبيت المخترع الشهير دكتور فرانكشتاين وده عشان يقبض عليه ويحبسوه بسبب اختراعاته الغريبة وفي الوقت ده بتنجح تجربة لدكتور فرانكشتاين وبيقدر يحيي الكائم ميت استغفى الله العظيم يا ربي وفاجأة بيسمع فرانكشتاين صوت اهل المدينة وبيلاقيهم جايين يقبضوا عليه فبيكرر يهرب بسرعة من المكان لكنه بيلاقي دراكولا ملك مصصين الدماء واقف وراء وبيبدأ يسأله عن مكان الكائن اللي رجعه للحياة لانه بيخطط لحاجة شريرة فبيرفض فرانكشتاين يقوله على مكانه وبيحاول يضربه بالصيف عشان يتخلص منه لكنه بيتفاجأ انه لسه عايش وما تأسرش انهائي وساعتها بيعدوا دراكولا وبيقضى عليه وفي اللحظة دي بيقوم الكائن عشان يحرر نفسه وبيحدف قفص على دراكولا وبياخد جسد فرانكشتاين وبيهرب وبعدها بيروح لطحونة قديمة عشان يستخبى من دراكولا بس بيشوفوا اهل المدينة وبيولعوا في الطحونة عشان يتخلصوا منه وساعتها هو فرانكشتاين بيتحرقوا في النار وبعد سنة من الحادثة دي بنشوف صياب مشهور اسمه فان هيلسنج وبيحقق في جريمة قتل قدام كنيسة نوتر دام ولما بيدخل الكنيسة بيلاقي الكائن ضخم جدا وبيعرف انه هو القاتل فبيضربوا الكائن وبيحبسوا جوا جرس كبير ولما بيشيلوا بيلاقي ان فان عمل حفرة في الارض وساعتها بيكون متعلق جوا الجرس وبيخرج بعدها يقطع ايد الكائن وبيفضل يتخانق معاه لحد ما بيرميه من فوق المبنى ولما بيقع الكائن على الارض بيرجع لشكله البشري وبيموت بعدها فبتيجي الشرطة وبيعلنوا ان فان مطلوب القبض عليه فبيرجع فان لمنظمة الدينية لشغال فيها وبيروح يتكلم مع القائب بتاعه وبيحكيله على كل اللي حصل فبيكلفوا القائب بمهمة في مدينة ترانسلفينيا وهي انه يقتل دراكولا مصاص الدماء وده لانه بيطارد الامير فيلكان والاميرة انا وعاوز يقتلهم همما الاتنين عشان والدهم كان حاكم المدينة وبعدها بيديلوا مخطوطة قديمة لقوها في قبر محارب من 400 سنة وعليها نفس العلامة اللي على الخاتم بتاعه فبيتصدم فان وبيخمن المهمة دي هتساعده يستعيد ذكرياته وده لها انه فقد الزاكرة تماما ومش فاكر اي حاجة عم مضيه ومعمول عليه لعنة خلته يعيش لسنين طويلة جدا المهمة بيوافق فان هيلسنج على المهمة دي وبيروح لكارل المساعب بتاعه وبيجمعه اسلحة عشان يبتقوا المهمة بتاعتهم ويتخلصوا من دراكولا في الوقت ده بيكون الامير فيلكان مربوط في جزع شجرة وعامل فخ هو واخته انا عشان يقبضوا على واحد من المستزئبين دراكولا فبيشوفوا المستزئب وبينقض عليه ولكن بتنجح خطتهم وبيقدروا يحبسوه في القفص فبيقعه المسدس بتاع فيلكان على الارض ومش بيقدر يقتله وساعتها بتيجي انا وبتدور عمسدس لان فيه طلقة مصنوعة من الفضة بتقتل المستزئبين بس فجأة بيهرب المستزئب من القفص وبيفضل يجري وراها لحد ما بتوصل على حفة الجبل وقبل ما يقتلها بيجي اخوها فيلكان وبيضربه بالمسدس فبيقع المستزئب فيلكان من على قمة الجبل وبعد شوية بيوصل فان هيلسينج وكارل لمدينة ترانسلفينيا وبيكون اهل المدينة وقتها رفضين وجوده فيها فبتيجي انا وبتقوله انه غير مسموح لحد غريب يدخل المدينة وبتطلب منه يسلم اسلحته فورا فبيقول لها فان انه جاي يساعدهم في قتل دراكولا وفجأة بيشوف وراها مصصات الدماء اللي هم زوجات دراكولا التلاتة وبيفضل يضرب عليهم اسهم لحد ما بيصيب واحدة منهم ولكن الغريب انه بيلاقيها ما تأثرتش بالسهم فبيقول له كارل يستخدم المياه المقدسة اللي موجودة قدام الكنيسة وقبل ما يروح فان ناحيتها بتمنعه مصصة الدماء وبتوقعه على الارض وفي الوقت ده بيكون الاتنين التانيين مسكين انا وعاوزين يعضوها بس اخيرا بيوصل فان للمياه المقدسة وبيقتل مصصة الدماء اللي كانت بتطرده وساعتها بقى بيحس الاتنين بموتها وبيسيبه انا وبيهربه فبتروح انا تشكر فان وبتقول له انه صياد محترف لان ما فيش حد قدر يقتل مصص دماء منذ اكتر من مئة سنة بعدها بتاخده هو وكارل للقصر بتاعه عشان يستريحه وبتقول له منها تخرج تدور على دراكولا عشان تقضي عليه تماما فبيحاول فان يمنعه وبيقول له انه ده خطر عليها لان دراكولا بيكون اخوة كتير جدا بالليل ولما بيزق منها بيرشعه بمخدر فبتفقد الوعي وبعد شوية بتفوق انا وبتسمع صوت غريب في القصر فبتدور على مصدر الصوت وبتلاقي فيه اصار رجلين لمستزئب على الارض وفجأة بتلاقي المستزئب واقف وراها وبتضرب عليه نار وبتطلع تجري وساعتها بتظهر صحابه على الامر فبيبدأ يختفي وبيرجع المستزئب لطبيعته البشرية والمفاجأة بقى انه بيطلع اخوها في الكان وقتها بتفرح انا جدا بعد ما فتكرت ان اخوها مات ولكن بتعرف ان اخوها تعظم المستزئب لما وقع من على قمة الجبل وقبل ما يعرفها مكان دراكولا بيظهر الامر مرة تانية فبيتحول في الكان لمستزئب وبيترجعها تهرب بسرعة واول ما بييجي فان بيهرب اخوها بسرعة من الشباك وبيروح فان وراء لحد المقابر عشان يتخلص منه وقبل ما يضربه بالمسدس بتيجي انا وبتمنعه وبتعرفه انه ده يبقى اخوها فبيتعصب فان وبيقول لها ان ده ما بقاش اخوها وانه دلوقتي مستزئب بيخدم دراكولا فبيقرر انهم يمشوا وراء صار رجليه عشان يعرفوا مكان الاصر بتاع دراكولا وفي اللحظة دي بيكون دراكولا في بيت دكتور فرانكشتاين ومعاه ايجور المساعب بتاعه وده عشان يعيد تجربة احياء الموتة اللي عملها دكتور فرانكشتاين في اول الفيلم يا تارى بقى عاوز يعيد التجربة دي ليه هتعرف دلوقتي المؤمن بعدها بيوصل فان وانا لبيت دكتور فرانكشتاين ولما بيدخله بيلاقوا قوضة كبيرة فيها بيت كتير جدا فبيخمنوا كده ان دول ابناء دراكولا وانه حاطتهم في بيت وبيعمل عليهم تجربة عشان يحييهم مرة تانية وفعلا بيبدأ دراكولا التجربة بتاعته واللي بتكون من خلال تجميع البرق في جسم فيلكان وبعدها بتتوزع الكهربا عالبيد بتاع ولاده وبيخرجوا من البيد على هيئة خففيش وبيطيروا وبيرحولوا فبيعمر دراكولا زوجاته انهم ياخدوا ولاده للمدينة ولازم يغزوهم على دم البشر بسرعة قبل ما يموتوا وساعتها بتروح انا لاخوها فيلكان وبتحاول تفكه عشان تنقذه وفي اللحظة دي بتهجم الخففيش على سكان المدينة وبيبدأوا يشربوا دمهم ولكن فجأة بيموتوا بسبب ان الكهرباء اللي في جسمهم مش كفاية عشان يعيشوا وقتها بيهرب فان من تراكولا وبيروح ياخد انا وبيهربوا بسرعة من البيت ولما بيتحاول فيلكان المستزئب بيروح وراهم وبيقع في البحر بس بيكونوا وصلوا لناحية التانية وبيقعوا في كهف عميق وبيفقدوا الوعي ولما بيفوقوا بيهجمهم الكائن اللي احيات دكتور فرانكشتاين من سنة وبيبدأ يرمي فان على الارض وبيكون فاكرهم عاوزين يقزوه وساعتها بيدربوا فان بساهم مخدر وقبل ما الكائن يفقد الوعي بيقوله انه لازم يقتلوه لانه هو مفتاح التشغيل بتاع جهاز دراكولا اللي عاوز يحيي بيه ولاده ويسيطر على البشرية فبتحاول انا تقتله وتتخلص منه قبل ما دراكولا يلاقيه بس فان بيمنعها وبيقولها ان الكائن ده مش شرير ومش هينفع يقزوه وفجأة وما بيتكلمه بيشوفهم المستزئب وبيعرف مكانهم وبيهرب بعدها بسرعة عشان يعرف دراكولا فبيكرروا يخبوا الكائن في روما عشان دراكولا ما يوصلوش وفعلا بيركبوا العربية مع كارل وبيتحركوا كلهم وفجأة بتهجم واحدة من مصصين الدماء على فان عشان تاخد منه الكائن وبتقع العربية من على ارتفاع عالي وبياخد فان الحصنة وبيهرب فبتحاول واحدة من مصصين الدماء تفتح العربية عشان تاخد الكائن لكنها بتتفاجئ ان ده فخي ليها ومحطوط جوا العربية كنبلة وبتنفجر فيها وبتموت وقتها بيروح فان لانا اللي بيكون سايقة العربية ومعاها الكائن وفجأة بيهجم عن المستزئب في الكان وبيحاول يقتله فبينط فان من العربية وبيضرب عليه رصاص فدي لحد ما بيموت وتاني يوم بتشوف انا اخوها وهو ميت وبتكتشف انه عض فان في صدره وده معناه انه هيتحول هو كمان لمستزئب فبتبدأ تخاف من فان وبتبعد عنه وفجأة بتظهر مصاص الدماء وبتفقدها الوعي وبتخطفها وبعد شوية بيوصل فان والمعاه لمدينة روما وهناك بتظهر مصاص الدماء وبتبلغوا منهم لو عاوزين انا لازم يسلموا الكائن لدراكولا فبيخضر فان الكائن وبيخبيه في المقابر وبعدها بيروح لقصر دراكولا هو وكارل المساعد بتاعه وبيلقوا عامل حفلة تنكرية وبيرقص مع انا فبيكرر دراكولا يعضها عشان يحولها المصاص الدماء ولكن كارل بيحرقوا وبيجي فان وبينقذ انا في اخر لحظة لكنه بيتفاجئ ان رجال الدراكولا قدروا يخطفوا الكائن ويدخلوا للأصر فبيؤمر دراكولا رجالته انهم يقتلوه وقبل ما يكمل كلامه بيهرب فان وانا من الشباك فبيحتف عليهم كارل كومبيلا فيها دوق لأشعة الشمس وبيتخلص من كل رجال الدراكولا فبيرجعوا هم التلاتة لأصر انا مرة تانية وهناك بيقولهم كارل ان دراكولا عمل معاهدة مع الشيطان مقابل الخلود والشيطان عمل له أصر في عالم خفي وليها بوابة دخول واحدة فبياخدهم فان لأوضة فيها مخطوطة لاتينية بتدل على مكان البوابة وبيلاحظ كده ان فيها جزء ناقص فبيفتكر فان كده القطع اللي أخدها من القائب بتاعه في روما وبيحطها في المخطوطة وفجأة بتتحول المخطوطة البوابة تلجية وبتوصلهم لأصر دراكولا فبيستخدم فان قوة المستزئب اللي عنده وبياخدهم وبينطه جوه الأصر وهناك بيشوفوا ايجور المساعد بتاع دراكولا وبيكتشفوا ان الكائن بتجمد عشان دراكولا يحيي ولاده مرة تانية وبيقول لهم الكائن ان دراكولا معا ترياق المستزئبين والترياق ده هو اللي هينقص فان قبل ما يتحول لمستزئب فبيكرر فان يواجه دراكولا لوحده وبيؤمر كارل وانا انهم يدوروا على الترياق وساعتها بياخدوا ايجور وبيكبروا يوصلهم للقوضة اللي فيها الترياق ولما بيروحوا ياخدوه بيحبسهم ايجور في القوضة وبيهرب بسرعة وفجأة بتظهر لهم مصاص الدماء وبتكون عاوزة تخلص عليهم فبترمي عليها انا المادة الكوية اللي جوه ازاست الترياق وبعدها بترميها على البوابة عشان تدوبها وبتخلي كارل يروح لفان بالعلاج لحد ما تعطل مصاص الدماء وفي الوقت ده بيوصل فان للكائن وبيحاول يحرره بس فجأة بيجي معليه دراكولا وبيمنعه وساعتها بيجي برق على الكائن وبيشحن الجهاز بطاقة كهربائية عالية جدا وبيحيي ولاد دراكولا وبسبب كوة البرق بيقع الكائن من على السطح وبيمسك في الحبل بس بيتقطع بيه الحبل وبيقطحم الاوضة اللي فيها انا وبيروح يرحقها بسرعة قبل ما مصصت الدماء تقتلها وبيطلب منها تروح تنقذ فان بسرعة قبل ما يتحول لمستزئب فبتمسك انا الحبل وبتخرج من الشباك وساعتها بيحدف لها كارل الترياق بس فجأة بتهجمها مصصت الدماء مرة تانية وبتحاول تقتلها فبيحدف لها كارل سلاح من الفضة وبتتعنع بيه وبتتخلص منها وفي اللحظة دي بيتحول فان لمستزئب ضخم وبيتحول دراكولا وكمان وبيفضل يتخنقوا مع بعضهم الاتنين لحد ما بيمسكوا فان وبيكون على وشك ان يقتله ولكن للأسف بتيجي سحابة وبتخفي الامر وبيرجع فان لشكله الطبيعي فبيحاول دراكولا يستفزه بالكلام وبيقوله انه يقتله ولكن بيظهر الامر مرة تانية وبيتحول فان لمستزئب فبيعض دراكولا وبيتخلص منه وقتها بقى بيموت ولاده وكمان فبتروح انا الفان عشان تحقنه بالعلاج لكنه بيهجم عليها وبيقتلها فبيمسك كارلس لاح من الفضة عشان يتخلص من فان بس بيكتشف ان انا حقانته بالطريق قبل ما تموت وساعتها بيرجع فان لشكله الطبيعي وبيعايت عشان كان السبب في موت انا وبعدها بيروح يتفنع في المدينة بتاعتها وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة